يقول فضيلة الشيخ فقكم الله معكم صحبة تارك الصلاة سواء كان أخا لي أو أبا أو صديقا بعد مناصحتهم لا يجوز مصاحبة إذا أصر على ترك الصلاة فلا تصاحبوا لا تجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عسيرتهم ثم يقول حفظك الله يقول وهل هجر لهم إذا كان أبا مثلا يدخلوا في عدم رفع الآمال إلى الله لا هذا بحق هذا هجر بحق يمنع هو الهجر بغير حق أما هذا هجر بحق نعم